بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته توقع مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي أن يصادف عيد الفطر لعام 1444 هجري يوم السبت 22 أبريل الجاري وقالت الهيئة الفلكية أن تنبؤاتها تستند إلى معلومات فلكية وأن الموعد الدقيق للعيد لن يتم تأكيده إلا من قبل الجهات المعينة بناء على رؤية الهلال الجديد وتتحرى الجالية الإسلامية يوم الخميس 20 أبريل 2023 يعني اليوم عن هلال شوال لكن بحسب ملاحظة المركز لن يكون مرئيا بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي وقالت الهيئة في بيان أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكن باستخدام التيريسكوب في معظم الدول العالم العربي والإسلامي باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا لكن اكتشافه يظل صعبا للغاية ويتطلب تيريسكوبا دقيقا ومراقبة احترافية وظروف جوية استثنائية وإن حدوث كل هذه العوامل نادر للحدوث وذلك لا يتوقع رؤية الهلال حتى باستخدام التيريسكوب من أي مكان في الوطن العربي إلا في الظروف المذكورة لذلك بما أن رؤية الهلال شرط أساسي لبداية الشهر فمن المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 أبريل لكن مركز الفلك الدولي حث الناس على الإبلاغ عن أي مشاهد للهلال اعتبارا من يوم الخميس يعني من هذا اليوم وفي سياق متصل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدوت الإمارات العربية المتحدة عن إجازة عيد الفطر الرسمية من 29 رمضان إلى 3 شوال إذا لم يتم رصد القمر يوم الخميس يعني اليوم 20 أبريل و22 أبريل ستكون بداية العيد في عطلة نهاية الأسبوع لمدة خمسة أيام هذا وبالله التوفيق ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وإن شاء الله عيد سعيد على الأم العربية والإسلامية جمعاء وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته